هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح اجيب لكم مجموعة من المعلومات الجديدة عن طور الالاونلاين في لعبة Red Dead Redemption 2 طيب اول معلومة راح تكون عن عدد اللاعبين الرسمي في السيرفر الواحد روكستار اعلنت بشكل رسمي ايضا عن عدد اللاعبين وقالت انه راح يكون 32 اللاعب في الماب كامل صراحة انه لما طالع في 32 وطالع ايضا في الماب احس انه 32 لاعب جدا جدا قليل في الماب الكبير جدا هذا يعني ممكن 60 لاعب الى 70 لاعب ممكن تكون كويسة في هذا الماب الكامل الكبير لكن ممكن روكستار حطه 32 لاعب تفاديا للمنزل مشاكل وغيرها سواء كانت مشاكل برمجة او مشاكل اللاعبين نفسهم بحيث انهم يقتلون نفسهم او يقتلون غيرهم الى اخره فاروكستار اعلنت بشكل رسمي انه عدد اللاعبين في السيرفر الواحد راح يكون 32 لاعب لكل سيرفر طيب خلونا نتكلم عن موضوع جدا جدا مهم وممكن البعض سأل عنه او تساءل عنه وهو يعني وضعه في شك يعني وضعه غريب صراحة هل هو هو هل روكستار راح تضيف لنا سيارات في لعبة ريدد ريدمشن 2 طبعا معظم الاشخاص لعبوا السنجل بلاير او التختيم للعبة ريدد ريدمشن 2 وكلنا عرفنا انه ما في اي سيارات في الطور كامل او في التختيم كامل ما حصلنا اي سيارات وما حصلنا اي اثر للسيارات ابدا ما كانت في اي اثر للسيارات هذا في الوفلاين لكن ماذا عن الاونلاين هل ممكن مستقبلا راح نشوف سيارات طيب الان راح اعطيك مجموعة من الحقائق اللي راح تخليك تفكر انه والله فعلا ممكن روكستار تضيف لنا سيارات في لعبة ريدد ريدمشن 2 سواء في التختيم او في الاونلاين طيب كلنا نعرف انه لعبة ريدد ريدمشن 2 تدور احداثها عام 1899 ميلادي وعلى حسب التاريخ الحقيقي عام 1899 كان في سيارات في ذيك الفترة وكانوا يستخدمون السيارات ولو كان بجزء بسيط لكن عام 1899 كانت السيارات موجودة في التاريخ الحقيقي وكانوا يستخدموها ولو كانت يعني بسيطة او بشكل بسيط لكن زي ما قلتلك انه عام 1899 في التاريخ الحقيقي كانوا يستخدمون السيارات وهذا يخلينا نطرح السؤال مرة أخرى هل ممكن نشوف سعرات في طور الأونلاين أيضا الأونلاين عبارة عن طور دائما يتجدد وتنزل فيه أشياء جديدة ومعلومات جديدة وتحديثات جديدة فروكستار بنسبة 100% راح يضيفون مجموعة ضخمة من التحديثات وأيضا نتوقع أن لعبة Red Dead Redemption 2 تستمر تقريبا من 6 سنوات إلى 7 سنوات قدام فهذا يعني أنه راح ينزلون مجموعة ضخمة جدا جدا من التحديثات ومستحيل جدا أنه ما يكون واحد من التحديثات هذه إضافة السيارات لطور الأونلاين أو طور الأوفلاين فتلخيصة للهرجة يعني أنه طور الأونلاين يتجدد دائما وأيضا اللعبة راح تستمر لفترة طويلة فممكن أنه أحد التحديثات يكون عبارة عن تحديث للسيارات أو إضافة للسيارات خصوصا مع تقدمنا في الوقت وقت اللعبة أو وقتنا في الحقيقة فممكن يضيفون لنا السيارات بالنسبة للشيء الثالث والأخير أنه ترى الروكستار عبارة عن شركة ربحية وبزنس يعني هدفها في الأول والأخير الربح لما تجي تطالع لموضوع السيارات من منظور شركة روكستار راح تطالع في الموضوع تجي تقول أنا ليش ما أضيف لهم سيارات وراح أطلع أرباح ضخمة كيف أطلع أرباح ضخمة؟ بكل بساطة روكستار راح تضيف السيارات يجيك العميل يطالع في السيارات أوف والله روكستار أضافه سيارات يبغى ليشتري سيارة يطالع في فلوسه والله ما عندي فلوس في اللعبة فيضطر أنه يدفع فلوس حقيقية عشان تجي فلوس في اللعبة وبكذا يكون روكستار حققت أرباح ضخمة والعميل رضي بالسيارات فتوقع أنه في المستقبل في المستقبل يعني ما راح تكون قريبة السيارات مستقبلا روكستار راح تضيف سيارات في الأول والأخير يعني بنسبة 100% السيارات راح تضاف مستقبلا لأنه هذا الموضوع راح يحقق لروكستار ربح كبير فأتوقع في نهاية الموضوع أنه مستقبلا أو في السنوات القادمة أو ممكن في الشهور القادمة يضيفوا لنا سيارات كذا يكون خلاص قفلنا على موضوع السيارات بالنسبة لموضوعنا الثاني راح يكون عن الفاس ترافل أو التنقل السريع سؤالي لكم هل تبغون الفاس ترافل موجود في الأونلاين بالنسبة لي أنا صراحة أشوف الفاس ترافل واحد من أهم الأشياء اللي لازم يضيفونا على سبيل المثال في الستوري مود طرق الفاس ترافل أو التنقل السريع كانت عن طريق القطار أو التكسي أو الفاس ترافل عن طريق المخيم حنا بس نباهم يضيفونا الثانيين في الأونلاين اللي هو القطار والتكسي أو الكوتش طبعا أنا أشوفها صراحة من رجحة نظري أنه مهمة جدا تكون الفاس ترافل موجودة لأنه تخيل مثلا خوي في مدينة ساندي نيس أنا في مدينة الفالنتايك عشان أوصلوا يبغالي مثلا ربع ساعة أو عشرة دقائق من وقتنا الحقيقي في الحياة عشان أوصلوا مشوار أقعد بالحصان أسرع لي أني أخذ مثلا قطار بدولارين عشان أوصل مثلا مدينة ساندي نيس مو أحسن فأتمنى صراحة من رجح أنهم يضيفون الفاس ترافل ونشوف هل فعلا رح يضيفون أنه يا أو لا طيب بالنسبة لطريقة الحرب وأماكن الحرب طريقة الحرب غالبا غالبا رح تكون حروب شوارع قاتلني وأقاتلك أقتلك بشدقين تقتلني بالسنايبر أقتلك بالسنايبر تقتلني بالفرد زي كذا حروب شوارع بزباد يعني لكن أهم من ذلك هو وين أماكن الحرب أو وين أتحارب طبعا أنا رح أقول لكم من منظور الشخص اللي حبي آذي حين أنا الشخص أحب آذي يجيني سؤال في رأسي كذا وين أحصل ناس أقدر أقتلهم طبعا على طول تجي في بالي فكرة أنه والله في المدن رح تحصل ناس كثيرين أولاين تقدر تقتلهم فيروح الشخص الأذية هذا يروح المدينة ويحصل مجموعة من الناس الأولاينين ويبدأ يقتلهم ورح تصير يعني حروب دامية في المدينة اللي فوق يقتل اللي تحت السابع يقتل للرابع الخامس يقتل الثاني أبو سنايبر يقتل أبو رشاش أبو رشاش يقتل أبو فرد أبو فرد يقتل أبو شدقن يعني زي كذا رح تصير حروب دامية في المدن والمدينة رح تصير المقر الرئيس للحروب فأتمنى من روكستار صراحة أنه تسوي زي السيف زون في المدن يعني أوضح لكم أكثر يعني تمنع الأسلحة في المدن كلنا نعرف أنه المدينة تجيها عشان تاخذ الأشياء التي تحتاجها سواء الرصاص أسلحة ولا أدوية ولا أكل يعني تجي المدينة عشان تاخذ حاجتك لكن إذا كانت أماكن حرب تجي المدينة عشان تموت فلا أتمنى من روكستار أنهم يمنعون الأسلحة في المدن بحيث أن المدينة تكون سيفتي وتكون المكان المناسب لك أنك تشتري حاجتك إذا كنت شخص عفريت من الذين تبقى تتحارب وروحها البرية وتحارب زي ما تبغى تقطع زي ما تبغى تقاطع انت واللي تبغى بشكل عشوائي أو همجي تقاتل انت وتبغى انت واللي تبغى في البرية لكن في المدينة ممنوعة أتمنى من روكستار أنهم يخلوها سيف زون فنشوف ماذا يسوون روكستار حيال هذا الموضوع بالنسبة للموضوع الخامس رح يكون أصوات اللاعبين قد تكلمت عن أصوات اللاعبين سابقا لكن أحب أرجع أعيد وأكرر أتمنى من روكستار أنهم يضيفون لنا أصوات جدا جدا سهلة أو بسيطة يعني مثلا من خمسة أصوات اختار صوت واحد تقدر يكون هو صوتك الرسمي يعني تتكلم به مع الناس ما هي صعبة على روكستار ورح تكون إضافة جدا حلوة الشيء اللي بعده رح يكون التواصل مع اللاعبين كيف رح يكون في جراند كان عندك طريقتين تتواصل مع اللاعبين يا عن طريق الرسائل يا عن طريق انك تشبك المايك وتتكلم وكل اللي في الماب رح يسمعك لكن كيف رح يكون التواصل في لعبة رديد رديمشن 2 هل لما أشبك المايك وأتكلم يسمعني كل اللي في الماب ال32 أو فقط يسمعني الشخص القريب مني تساؤل نوعا ما يعني محير فنشوف إش روكستار رح تسوي حيال هذا الموضوع طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة وشاركونا أراكم في التعليقات نبا نتناقش في النقاط اللي ذكرتها حط لايك لديك هدعا يلا سلام عليكم